برج الحوت وتوقعات يوم الأحد 19 فبراير 2023 عندك هم ونزاح مريت بأزمات كتير وعانيت كتير انت برج بتجازف عشان تسعد الآخرين بتسع عشان تريح الأشخاص اللي حواليك عندك وجع جواك لا يعلمه إلا الله ولكن انت مش متبين وبتتظاهر بالسعادة بتفكر كتير وبتصهر كتير بتفكر في أمور كتير شغلالك دماغك ممكن تكون علاقة عاطفية هتكون فيها إن شاء الله مرتاح يعني إن شاء الله التفكير ده هينهي بحاجة حلوة علاقة عاطفية هكون فيها مرتاح وهاكون من نصيبك إن شاء الله هتخرج من طاقة سلبية لطاقة إيجابية بإذن الله في شخص دايما بيتجسس عليك بيعدت عليك الأنفاذ بمعنى صح خليك صبور يا برج الحوت وإن الله مع الصابرين نهاية صبرك جبر بأمر الله مجروح ومش عارف تتجاوز الموضوع ده يا برج الحوت إنت عندك نقلة من بلد لبلد فيه فرحة كبيرة وإنت بنفسك هتعزم كل حبيبك وهتعمل احتفال بس هيكون على حاجة قيمة جدا إنت هتفوز بيها ساعتها الأشخاص بقى اللي خرجوا من حياتك هيحاولوا يرجعوا لك تاني وإنت عشان قلبك طيب يا برج الحوت هتسمح لهم يفوتوا على حياتك تاني إنت كريم وإحنين يا برج الحوت واللي في جيبك مش ليك إنت كمان عندك حفلة خطوبة قريب وإنت بتستعد لها وعايز تظهر بمظهر لائق إنت كمان عندك أمنية كان صعب إنها تتحقق ولكن هتتحقق بإذن الله بس إنت كنت بطيق شوية في قراراتك كل قراراتك هتاخدها بسرعة الأيام اللي جاية ومعندكش وقت لتضييع الفرص خصوصا إنت عندك مسئولية يا برج الحوت في ناس مسئولة منك وشايل حمل كبير أما بعلاقتك العاطفية في شخص في شخص هيدخل حياتك زوكيمة وزهيبة بيحاول يقرب منك اتجي له فرصة يا برج الحوت لعلها حلقة دي يكون فيها راحة ليك والله أعلم في فرص عمل كتير وربح أموال قيمة إنت عندك شخص من عيلتك ليعوذ بالله يعني بيأذيك بسحر أو بحسد ولكن كل ما يصيبنا إلا ما قطب الله لنا وسينقلب السحر على الساحرين وربنا هينصرك يا برج الحوت أنت مركبك ماشية وكل مشاكلك هتتحل بإذن الله بس أنت المطلوب منك أن أنت تبعد عن الأشخاص اللي بيحاولوا يحبطوك أو بمعنى صحة عايزين يوقعوك يا برج الحوت أنت برج ذاكي جدا شاطر جدا عندك مسئوليات فيه هيبة في شخصيتك ففيه ناس ما بتحبش ده فأنت حاول تبعد عنهم علشان دول هم بصراحة اللي كانوا مديينك طاقة سلبية فأنت هتخرج من الطاقة السلبية دي الطاقة إيجابية بإذن الله والحد هنا الفيديو خلص ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بأي